من تونس ينضم إلينا المحلل السياسي التونسي إبراهيم الوسلاتي أهلا بك معنا على شاشة الحدث هو في النشرة الصباحية هي قصة صادمة بكل تأكيد هذه الرحلة ليست رحلة سهلة أو هيئة حتى على البالغين الكثيرين يموتون في الطريقة في هذه القوارب في قوارب الموت كما تسمى وبالتالي حجم الصدمة في تونس ما الذي يقال وهل هذه القصة يعني الحمد لله وصلت الطفلة على قيد الحياة هل يمكن تشجع آخرين على الأقدام على مثل هذا الفعل أسعد الله الصباحة جميع المشاهدين والمشاهدات الصورة فمسور عندها بلاغة كبيرة وكبيرة جدا وتغني عن كل تعليق والصورة أحيانا تهز الضمائر الحية في العالم نذكر هنا بصورة طفلة النابالم في فيتنام سنة 1978 طفلة التي عمرها تسعة سنوات وتجري عارية في الشارع هزت ضمير العالم الحي هنا ذاك وكانت من الأسباب التي عجلت بانتهاء الحرب في فيتنام الصورة الثانية غير بعيدة في سبتمبر من سنة 2015 صورة الطفل السوري إيلان عمره ثلاثة سنوات والذي ألقى لفظه البحر على الشاطئ زاد أيضا هزت الضمير العالمي وشفنا أوروبا سارعت بإيجاد آلية لاستقبال المهاجرين السوريين نفس الشيء يمكن أن أقوله بالنسبة للفتاة الصغيرة التونسية التي وصلت سالمة والحمد لله إلى الشواطئ الأوروبية ومعتها احتضنها الإيطاليون لم يجب أن نفرق بين الوضع في سوريا والوضع في تونس ولكن هذا لا يعني أن الوضع مع الأسبب في تونس خاصة الاجتماعي والاقتصادي وضع مترهل بشكل كبير وهو ما دفع بالآلاف من التونسيين والتونسيات إلى هذه المغامرة يعني نعطيك رقم فقط يعني في العشر أشهر أو على الأقل من زال الشهر العاشر لم ينتهي وصل حوالي 15 ألف تونسي وتونسية إلى الشواطئ الإيطالية والآن التونسة أصبحوا عائلات كاملة ترحل إلى إيطاليا ومعها أطفال صغار لأننا نعرف وإحنا في إيطاليا وفي أوروبا بصفة عامة هناك ما يسمى بالمصلحة الفضلة للطفل يعني يعتبر اعتبار كبير ولو حتى في تونس هنا عندنا مجلة لحماية الطفل تعطيه مكانة مرموقة ولكن على أرض الواقع لم نرى المكانة هذه اللي صار بالنسبة للبنية هذه ليس الأول ولن يكون الأخير في اعتقادي لأن الأسباب هذه الهجرة الغير النظامية لا تزال موجودة إلى حد الآن وقلنا مرارا وتكرارا أنا شخصيا حتى كتبت في ذلك وأصرحت بذلك أن لتونس ورقة ضغط هامة جدا يمكن أن تستعملها تجاه أوروبا بصفة عامة وإيطاليا وفرنسا بصفة خاصة لأن تونس نحن عندنا 1300 شريط الساحلي 1300 كيلومتر يسعب جدا إمكانية التحكم فيه من خلال الإمكانيات المتواضعة لعند تونس ولكن كما يقول المثل إذا الثروة ما تمشيش للفقراء الفقراء هم من سينتقلون أين توجد هذه الثروة وهذا الشيء اللي حاصلت هو تونس أصبحت بلد عبور لأن هناك عديد الأشقاء اللي جايين من أفريقيا جنوب الصحراء متوجدين بأعداد كثيرة وكثيرة جدا في تونس ويتحينون أيضا الفرصة للسفر أو التنقل عبر البحر إلى الشواتة الأوروبية خاصة إلى الشواتة الإيطالية صحيح كل هذه التحصيل هي دفعت البالغين دفعت الشباب دفعت الأهالي إلى الذهاب في قوارب الموت ولكن البعض قد يقول تونس لا يوجد فيها حرب كيف يمكن لأولياء أمر أن يضعوا ابنتهم أربع سنوات في قارب موت نشوف الوضعية ما نجموش نفسرها لأن يزمنا نتعرف على تسريحات الوالد والوالدة نشوفوا لماذا فعلوا هكذا لأن بالنسبة للموقف الرسمي والأعلان اللي جاء عن طريق الناتق الرسمي باسم الحرس الوطني يقول وأن الوالد هو الذي دفع بابنته بغية اللي حاقي بها فيما بعد رفقة زوجته وعنده ابنة أخر عمرها سبع سنوات ولكن ما يمكنه أن نقوله صحيح تونس ليست في حرب ولكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى المناخ السياسي العام اللي موجود في تونس لا يشجعوا مع الأسف على البقال هنا عدد نسبة البطالة في تونس مرتفعة بشكل كبير تقريبا عن حوالي 630 ألف عاطل عن العمل في صفوف الشباب بدرجة أولى ونسبة البطالة في صفوف الشباب تجاوزت 40% من بينهم حاملي شهائد التعليم العالي يعدون بالألاف تقريبا 250 ألف نهيق وأن أيضا الجائحة الكورونا فعلت فعلتها في الاقتصاد التونسي الهش وهناك عديد المصانع وشركات الخاصة التي أغلقت أبوابها نعم شكرا جزيلا لك المحلل السياسي التونسي إبراهيم الوسلادي كنت معنا من تونس شكرا جزيلا